قالت هيئة علماء المسلمين في العراق ان ميليشيات الحجد تحاول تغطية على الجرائم التي ارتكبتها ضد اهالي جرف الصخر في بابل عندما صرحت انها تحارب الارهاب في الناحية ووصفت الهيئة في بيان لها تصريح الميليشيات بالتصدي لتنظيم الدولة في ناحية جرف الصخر بالاكذوبة مؤكدة انها خطوة بائسة لتبرير اجرامهم والسمرار تهجيرهم القسري للأهالي واضافت الهيئة ان الناحية اخليت من اهلها منذ اكثر من اربع سنوات ولم تبقى فيها سوى ميليشيات الحجد التي اتخذت منها معسكرا ومعتقلا يضم الالاف من المغيبين على يد تلك الميليشيات في وقت لا تسمح لأي جهة بالدخول اليها او حتى المطالبة بعودة اهلها وحملت الهيئة الحكومة الحالية وميليشياتها والاحزاب السياسية المسؤولية الكاملة عما يجري في جرف الصخر معتبرة انه شاهد على تجرد حكومات الاعتلال المتعاقبة من كل معاني الانسانية بسلبها ادنى الحقوق ومقومات الحياة من المواطنين العراقين